الأطراف التركمانية والعربية في كاركوك تعترض على آلية عمل مكتب مفوضية انتخابات المحافظة والنتائج الأولية التي أعلنت حيث طالبت تركمان والعرب في مؤتمر صحفي مشترك بعادة الفرز اليدوي ومحاسبة من تسببوا بعمليات التزوير الحاصلة حزب قولهم إعادة العد والفرز اليدوي لكل مراكز الاقتراع في المحافظة من قبل المركز الوطني ثانيا التبديل الفوري للمسؤولين الذين ثبت تورطهم بالتزوير الحاصل في المحافظة وعلى نطاق واسع وإحالتهم للقضاء نحن بكل قوة نؤيد التظاهرات السلمية وضبط النفس ونحن سنقف معهم لأنه هذه صوتنا هذه إرادة شعبنا ما ممكن نقبل أنه ترضخ إرادة مكونات كاركوك للأمر الواقع والإحتيال والتزوير الذي حصل في كاركوك رئيس قائمة التحالف العربي قال أن لجنة العنية من المفوضية جاءت من بغداد وهي تتحقق من الصناديق وأنهم سيلجون إلى كل الوسائل القانونية من أجل ضمان حقوق المواطنين في كاركوك والعصيان المدني هو خيار قائم اللجنة الآن هي في مراكز الاستلام الصناديق في كاركوك وبدأت في عمليات تدقيقها الأولية وعندما ترفع تقريرها عندها سيكون لنا كلمة وقد نضطر إذا ما تم الاستجابة إلى مطالبنا قد نضطر إلى الاعتصام المدني لن نقبل أن تتغير إرادة النار كما اتهم رؤساء القوائم العربية قوى نافذة في بغداد بظلوعها في التزوير لصالح الاتحاد الوطني الكردستاني من أجل أن تتحالف في تشكيل الحكومة مقابل إعادة البياشمورقاهيدا كاركوك اليوم التزوير الذي حصل فيه كاركوك مقصود ونحن نتهم أجهزة في الدولة ونتهم أحزاب سياسية معروفة بأنه تم الاتفاق مع الاتحاد الوطني الكردستاني الاتحاد الوطني الكردستاني رفض الرد على الاتهامات وفي اتصال هاتفي أكد رئيس قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني ريب ورطها أنهم يحترمون آراء الجميع ويلتزمون بالقرارات التي تصدرها المفوضية أيا كانت وهم في انتظار نتائج التحقيق فيما المظاهرات ما زالت مستمرة أمام المفوضية ومخازن جمع الصناديق حتى تدخلت القوات الأمنية لإبعاد بعض المتظاهرين سوران داودي الحرى كاركوك